السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن علامات تلقيح البويضة وبدء الحمل بعد أن يتم تلقيح البويضة وغرسها وبدايتها في النمو يحدث ما يسمى بالأعراض المبكرة للحمل وهي تكون أيضا علامات تلقيح البويضة وزرعها في الرحم ليس بالضروري أن تحدث جميع الأعراض لكل النساء كما يمكن أن تختلف من امرأة لأخرى ولكن الشائع منها ما يلي واحد التبقيع والتشنجات تقوم البويضة الملقحة بتعليق نفسها على جدار الرحم هذا يمكن أن يسبب واحدة من أول علامات الحمل وهي وجود بقح عمراء صغيرة على الملابس وهو يحدث في أي وقت من 6 ل 12 يوم بعد تلقيح البويضة كما قد يحدث بعض التشنجات المشابهة لتشنجات الحيد 2- تغيرات السادي من علامات تلقيح البويضة وهي إحدى العلامات المبكرة للحمل حيث أن مستوى هرمونات المرأة يتغير بسرعة كبيرة في هذه الفترة فقد يتورم الساديين أو تشعر المرأة بأنهما أسقل 3- غياب الدورة الشهرية من أكثر علامات تلقيح البويضة وضوحا الذي يجعل المرأة تفكر أن البويضة تم تقصبها وأنها قد تكون حاملا هو غياب الدورة الشهرية ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها حامل فقد يكون لأسباب أخرى 4- الإعياء الشعور بالتعب الشديد أمر طبيعي بعد تلقيح البويضة وزرعها في جدار الرحم وهو يمكن أن يحدث بعد أسبوع واحد من هذا الحدث ويكون بسبب ارتفاع مستوى البريجسترون وانخفاض سكر وضغط الدم 5- الغسيان أيضا من أعراض تلقيح البويضة الغسيان في الواقع هو أحد أشهر أعراض الحمل المبكرة وقد يكون بسبب هرمونات الحمل على الرغم من أن السبب الضقيق له غير معروف ويكون أكثر شيوعا في الصباح في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا أعجبكم يلي تدعمنا بلايك و كومنت و شارك في فيديو مع أصدقائكم و تشاركوا معنا في القناة و تنظروا مننا كل جديد في قناتكم و قناة الصحة و المطبخ